أعضاء وكوادر اتحاد طلبة كردستان السابقين في محافظة دوهوك عن تهانيهم بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس الاتحاد واصفين هذه المنظمة بالمدرسة الثقافية والوطنية التي تدافع عن حقوق الطلبة والتي تخرجت منها نخبة من الكوادر المتقدمة التي تقلدت مناصب في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية نعم بمناسبة تأسيس الذكرى السابعين على تأسيس اتحاد طلبة كردستان واني جميع طلبة كردستان على هذه المناسبة المناسبة الكريمة والعزيزة اللي كوني احد خارجي هذه المدرسة المدرسة التي تأسست على اليد البرزاني الخالد في سنة 1953 فكانت من احد الاتحادات التي كانت تدافع عن كل طلبة العراق خلاسية ما ليس في كردستان إنما في كل العراق كان لها دور كبير في الدفاع وضمون حقوق الطلبة فبهذه المناسبة أهني جميع الكوادر وجميع الطلاب الطلبة في كردستان والعراق بمناسبة ذكرى السابعين لتأسيس اتحاد طلبة الكردستان بمناسبة مرور سابعين عام على تأسيس اتحاد الشبيب واتحاد طلبة الكردستان نهني جميع الطلاب وجميع الذين خرجوا من هذه المدرسة من هذه الاتحادات الذين هم الآن قدوة وأساتذة المجتمع وطلاب في كثير من المجالات ونراهم أشخاص موفقين وذو شأن أنا كخريج هذه المدرسة أهني زملائي من المراحل الابتدائية إلى المراحل المتقدمة من الحالة الابتدائية إلى المراحل الدراسات العليا في هذه المدرسة ولا شك أن في هذه المدرسة كثير من خريجي خريجي كبار وكوادر ملتزمين بقواعد التدريس وقواعد المهنية وأنا أتمنى له متوفيق واستداد في مسيراتهم المهنية والعلمية ترجمة نانسي قنقر